جذل وانتقادات في الجزائر بسبب مؤثرة مشهورة فمن قصة إناس عبدالي هي مؤثرة لديها الملايين من المتابعين على مواقع التواصل تم تعيينها كسفيرة العمل الإنساني للهلال الأحمر الجزائري لتفتح موجة انتقادات كبيرة المنتقدون اعتبروا أن الهلال الأحمر أخطأ في اختيار مؤثرة اجتهرت بفيديوهات الموضة والرقص ووصل إلى حد وصف الأمر بالرداء وقالوا إنه كان من الأجدر تعيين أشخاص المؤثرين فعلا في المجال لتتدخل مديرة الهلال الأحمر وتقول إن المنظمة تفتح أبوابها للجميع ولا يوجد مقابل مادي أمام هذا العمل التطوعي بل إن الأعمال الخيرية تأخذ من وقت وجهد المتطوعين إناس العبدالي ردت واستنكرت موجة الانتقادات التي واجهتها قائلة إنها أرادت فقط التطوع بمجهودها ووقتها للعمل الخيري وأنتم ما رأيكم؟